بصراح بفاد إنتم إيش هدفكم من الفئات السنية؟ إيش اللي تطلبون منهم؟ الفئات السنية إحنا كنادي كبير في الفترات طويلة ما استفاد نادي النصر من خلنا نقول المواهب اللي عنده إحنا هتمينا في نادي النصر إنه نجيب من أفضل الأكاديميات في ربا اللي هي أكاديميات بنفيكيا ونهتشرف على الفئات السنية كاملة ونفس الشيء إحنا الفريق الأول في المملكة صرف على الفئات السنية والناشيين الآن وصيف الدوري والشباب المتصدر في الدوري فإحنا شغلنا جدا احترافي وشغلنا نستفيد من لاعبين الصغار سواء في لدي النصر أو أنك تبيع وتستفيد من مبلغه فأنت عندك مواهب حرامة تستفيد منها الفريق الأول أكيد إنه مهم لكن نفس الشيء الفئات السنية برضو مهمة ومهتمين فيها واللي ماسكها أخوي إبراهيم تغيثر ومؤدي أداء ما شاء الله تبارك الله يعني مميز وأشكر على الأداء هذا جميل بس إعنتم قصدكم أنه الفئات السنية تحتاجوا منها تفريغ للفريق الأول وبنفس الوقت رح تشترون أيضا اللاعبين أكيد شوف الفئات السنية حلو أنك تأخذ إنجازات بس نفس الشيء مهم أنك تفرغ فلما يكون عندك لاعب لعبين ثلاثة إلى عشر لاعبين من عندك فمعنات أنك وفرت مبلغ كبير للنادي ومعنات أنك ممكن تسفيد منهم سواء أنهم يلعبون في فريق الأول أو أنك تبيعهم كذا تسوي الأندية العالمية فنحن نمشي في خطة الأندية الكبيرة هذه